عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الثاني برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة وحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة لذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائبي رئيس اللجنة واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني عددا من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجهيزية والخدمات الرقمية وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الامارات وشملت المشاريع مستودع برمجية دكاء الاصطناعي ومشروع سجل الاصول الرقمية الحكومية وتقرير الاستثمارات الرقمية ودراسة الكوادر الرقمية في الحكومة الانتحادية والمعايير الرقمية الجديدة لتصميم المواقع الحكومية اضافة الى اعتماد خطط العمل للمشاريع التحولية التي بدأ اعضاء اللجنة تطويرها بالشراكة مع مختلف الجهات في حكومة دولة الامارات